السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 29 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود في برج العقرب اليوم الزوايا اللي رح تتشكل صعبة جدا يعني بتعمل غضب، بتعمل خسائر مادية، وتعمل مشاكل عاطفية أيضا القمر الآن موجود في منزلة القلب في برج العقرب أغلب اليوم رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و57 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيج وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وطبعا القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته اليوم منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة، يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم يبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط ووسعنا الاهتمام بمسائل تتعلق بشركات التأمين أو بالتأمين، أو بوليس التأمين، أو عقد التأمين، أو قراءة رواية بوليسية مثيرة، أو مشاهدة فيلم مغامرات، واتخاذ قرار حاسم، أو شراء، أو استئجار، أو بيع، عقر بالنسبة للزوايا الفلكية، طبعا اليوم في عندنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة إيجابية وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهذه تأثيراتها من اليوم 29.6 إلى يوم 3.7 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 1.7، الساعة 7 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بنتشجع لممارسة نشاط بيضمن تحدي فكري، وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبزيد من ملة للعلوم الطبية والأستاذة، أو العلوم الدينية، أو المسائل الدينية، وبتدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول مناسب لاتخاذ قرار على المستوى المالي أو المادي وبرضو القيام بخطوة بتمنحنا ترقي في وظيفتنا أو حل خلافات وبرضو بالدعاوى القضائية ممكن أن ننحلها بشكل ودي برضو بالدل هذه الزاوية على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية، عقد صفقات تجارية، مفوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية أيضاً، كما أنها بتشيد بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة، وبتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والأئمة في البلاد وبتشهد هذه الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتن وبين بلوتو وهذه تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12، طبعاً هذه زاوية منفصلة هذه بتسبب عودة وضعية أو حدث أو شيء أو شخص قديم بيظهر على الساحة بيدعم وضعنا بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 2-7، طبعاً ذروتها يوم 30-6، الساعة 6.23 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتحزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية منتصرف بحكمة ومنثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أيضاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهذه تأثيراتها من يوم 17-6 إلى يوم 5-7، طبعاً ذروتها كانت يوم 26-6 بيتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد طبعاً هذه الزاوية من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 ذروتها يوم 1-7، الساعة 5 وخمس دقائق صباحاً بتوقيت جرينج الزاوية هي بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات أو التنقلات أو السفريات الضرورية بتجلبنا حيوية ونشاط وتزيد من قدرتنا العقلية برضو هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات والنجاح الأدبي مشاريع حالية برضو ممكن ننجزها ونتممها يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة أو العلاقات الزوجية ممكن نصير فيها بعض المشاحنات أو الاضطراب أو نتأخر على طيارتنا مثلاً أو نفقد أمتعتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعاً دروتها يوم 1-7 في تمام ساعة 10.25 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال برضو بيجلب لنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق مزايا جيدة في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة نافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 14-7 طبعاً دروتها يوم 2-7 ساعة 2-23 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهذه تأثراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعاً دروت هذه الزاوية كانت يوم 19-6 هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها أو قوتها وهي زوايا مهمة جداً أول زاوية طبعاً هي من الآن وحتى تمام يعني صباح يوم الخميس زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات خصوصاً بالعمل التجاري وبتعطينا ثقة بالنفس وممكن نتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي برضو تأثيراتها حتى مساء يوم الخميس من الآن وحتى مساء يوم الخميس منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء من التجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أيضاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهذه برضو تأثيراتها مستمرة من الآن وحتى ظهر يوم الخميس بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المشتري وهذه ربطها ساعة وحدة 28 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج طبعاً تأثيراتها برضو من الآن وحتى مساء يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى أو نشاهد المشاريع بحجم أكبر من حقيقته منثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية حاولوا أنكم تكونوا متيقظين في نفقاتكم وتجنبوا الإفراط في الأكل لأن هذا الشيء ممكن يعرضكم لعسر الهضم أو التخمة وبرضو انتبهوا من النصابين والمحتالين في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 21.6 إلى يوم 6.7 طبعاً اليوم ذروتها الساعة وحدة و42 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطن والحسب الواجب برضو هاي زاوية بتساعدنا على النجاح بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل أو علاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية يعني منقدر نقول الخطيرة أيضاً زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي زروتها الساعة 9.32 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الخميس طبعاً تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الخميس وبتستمر حتى ظهر يوم الجمعة أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ومنا للفوضى والتقلب بتخلي في عنا رغبات ممكن تؤدي بنا إلى خيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين بشكل كبير بدون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة 12 و22 دقيقة بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة طبعاً بتبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا للتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف تدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي برضو ذروتها هي في صباح يوم الجمعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسبب أنها خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جداً للصحة قصوصاً الصحة النفسية أيضاً زي ما لاحظتوا أن أغلب الزوايا السلبية كلها بتبدأ من ساعات ما بعد الظهر يعني بتكونوا تحسبوا أنه من ظهر يوم الخميس وما بعد هاي فترة سلبية فيها ضغط ومشاحنات عاطفية مشاكل عاطفية فيها احتيال أكثر وفيها مفاجآت صعبة ممكن هتشكل بعض المشاكل لبعض الأشخاص عشان هيك اليوم بتطلب منها إننا نكون أكثر حذر حذر في التعامل حذر في الكلام حذر بالانفعالات حذر بالمغامرات يعني بكل شيء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية والمبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعاً بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل بإجراء العمليات الجراحية رغم أني ما بنصح بالعمليات الكبرى لأنه في زاوية سلبية مع المريخ وبرضو شوي والوضع الفلكي مش مطمئن عشان هيك ما يرجح يعني أنه العمليات الجراحية تتأجل إذا كانت في مجال ذلك إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً النمو والقمر للسماوة وصل لمرحلة البدر اللي أعطي نسبة عالية جداً من الخطر فعشان هيك هو ما في قلق ولكن الالتزام بتعليمات الطبيب بعد إجراء العمليات هو المهم بالنسبة لعمليات التجميل طبعاً ما بنصح بعمليات التجميل نهائياً لأنه الزهرة بتشكل زاوية سلبية وعن المريخ بشكل زاوية سلبية يعني اليوم لا يصلح للعمليات الجراحية يعني شغلات إلها علاقة بتقشير أو بتبييض أو أشياء إلها علاقة بالبشرة ما في أي مشكلة ولكن حق وجراحة لا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ لا يصلح للحنة ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة اللي هو يوم الغد بيبدأ خلو المسار الساعة 22 دقيقة عصراً بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 2259 دقيقة عصراً بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم في تمام الساعة 1244 دقيقة ظهراً بيصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة 84% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 ستة سعيد بنسبة 100% القمر في العقرب حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 15% في ساعات الظهر وما بعد بيصير منتحس بنسبة 90% لغاية ساعات المساء المتأخرة لتنزل نسبة النحوسة إلى 40% عطارت في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسع سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 داعش منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا لهون يا ريت ما تنسوه اللي مش مشترك يشترك واللي مشترك يلغي اشتراكه واللي حاط لايك يحط دسلايك واللي حاط دسلايك يحط لايك واللي بدي يحط كومنت يحط كومنت واللي بدي يكبس على الكبسات تحت يكبس طبعاً في كبستين دولاً الدعم والتبرع يعني غلبت حط ببال حطينا ببال ما حدش يتبرع حط كذا ما حدا يعني ما مش فاهم أنا خلص يا عمي ما تتبرعوش أحسن مبارك الله فيكو بس اسمعوا الحلقة يعني ياريت بس لايك حطوا لايك يعني ويخلف عليكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض ابتضطروا لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء اتقبلوا آراء الآخرين بدون تحفظات وبتنشغلوا اليوم بمعاملة أو ملف الأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحققوا بعض المكاسب أو حتى ممكن تهتموا ببعض الدفعات ولكن بدكوا تحذروا من النصابين والمحتالين اللي ممكن يستغلوه كل يوم أو يورطوكو بمسائل مالية أنتو بغنى عنها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بسبب الزوايا السلبية وأن القمر مقابلك ومضعف من طاقتك بدكوا تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءكم للفشل طبعا هذا اليوم فيه نوع من أنواع التوتر ويعتبر فترة ضاغطة عشان هيك بدكوا تحذروا من الخصام ما تعادوا أحد تجنبوا الخلافات كليا لأنه اليوم خصمكم أقوى منكم وطبعكم مش هادئة فعشان هيك اللوم رح يجع لكم أكثر حاول تبعد قدر الإمكان عن أي مشاكل أو أي مشاحنات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا تركيز كله على العمل وعلى الصحة عشان هيك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة العمل راعي ظروفك الصحية بتعدد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال ولكن بدون أي خصام ما بينك وبين زملائك أو مدراءك بالعمل أو تتذمر على مسمع من أحد والأهم أنك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا واليوم بيحمل فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم مش أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من المواجهة العاطفية الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هذا يوم مميز جدا إذا كان في عندك نوع من أنواع الحذر من توجيه اللوم أو الانتقاد أو العصبية مع الأحبة وأو مع أحد الأبناء وأيضا إذا بلغت بحضوظك اليوم فالنتيجة ما رح تكون لصالحك برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكم بإدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم وبتميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقراركم بتنهمكم بحل مسائل عائلية أو شخصية ومشوي ممكن يكون في بعض القلق أو تتدمر لأقل إشارة فعشان هيك حاول تضبط أعصابك أثناء التعامل مع أفراد العائلة ما في داعي للإنفعال والعصبية ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الالتزامات أو بعض المشاحنات اللي بتطلب منك أنك تضبط أعصابك على آخر قدر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطه في مواضيع إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ولكن بتنتبهوا أثناء حركتكم من الإصابات أو قيادتكم للسيارات من المخالفات أو الأعطال بتقوموا بمفاوضات حثيث اليوم ومفيدة عبروا عن رأيكم وفاوضوا بجراءة اليوم تتميزوا بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول ولكن إذا وجهت انتقاد لأشخاص ممكن ما يستقبلوا منك هذا الانتقاد ويكون لهم ردة فعل عصبية عشان هيك حاول أنك ما توجه كلام غير مفهوم ولا انتقادات برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى ثقة بالنفس تختفي الهموم بتطمئن هواجسك أهم شي أنك توظف أموالك بشكل حكيم ما في داعي للمغامرات ولا المجازفات المالية وأيضا انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المحتالين ممكن اليوم تحصل على أرباح من جهة أجنبية أو غريبة أو نوع من أنواع الدعم ومنكم ممكن يحصل على هدية مثلا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكو نشاطة عالية وحيوية وبينجذ بلك وأفراد الجنس الآخر بدروا لخطوة جديدة من شأن هنهى الدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش عواطفك وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تبحث أو تفرح لحدث كبير أنت طبعا اليوم رح تكون مميز ولكن إذا عصبت أو احتدت المنافس والمناقش ما بينك وبين الأطراف معناته أنت رح تخرب كل هذا الكلام اللي أنا حكيته برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بدكوا تضبطوا أعصابكم على الآخر هذا يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأنه أول إشي وجود القمر في بيت المتاعب وأيضا الزوايا اللي رح تتشكل مع القمر وهي صعبة جدا عشان هيك بدك تنتبه لصحتك ونفسيتك حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من عمل ضروري واخلد للراحة ابعد عن المغامرة والرهان عن الحض ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية وحاول أنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضود يعني بدك تنتبه لعمالك بشكل روتيني خليها يعني ما تبدأ بعمل جديد ما تتخذ قرارات وعادي أي شخص بوعدك بشيء توقع أنه ممكن ما يوفي بهذا الوعد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه أشخاص بترتاح لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وتعتبر هاي الفترة فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية حاول أنك تقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك للحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين ولكن بمرونة أهم شيء اليوم أنه ما في مجازفات ولا مغامرات ولا تشويه سمعة ولا كلام ولا تدخل بأي شيء ما بيعنيك أنت اليوم كون محايد استغل الفرص للمكاسب اللي بتجيك عن طريق العمل وعلاقاتك الاجتماعية فقط لا غير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيغضى المسؤولين حافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك حاول أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك الأجواء تقريبا فيها بعض المكاسب كعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين عنك بالعمل أو إنجاز وإتمام بعض الأعمال ولكن في أوقات معينة ممكن تتصرف تصرفات أو تتكلم بكلام هذا الكلام يعني يكون مش لمصلحتك ويسبب لك بعض المشاكل عشان هيك ابعد عن أي شيء اليوم بشوه السمعة وأيضا بسبب لك مشاكل برج الحوت بالنسبة بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم نشاط عالي جدا فممكن يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم هذا وقت مناسب لإجراء مقابلة أو سفريات أو حوارات نقاشات مع أشخاص خارج البلاد بتستعيد حماستك وبتنضلغ في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هذه تعتبر فترة ممتازة جدا ممكن أنها تكون لصالحك فترة نشطة جدا على المستوى العاطفي على مستوى الدراسي والحوار والنقاش ولكن بدك تضبط أعصابك من العصبية وردات الفعل انتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة وأيضا إذا عندك امتحان ما تعتمد كثير على الحضوض طبعا يا ريت اللي مش مشترك يشترك واللي مشترك يلغي اشتراكه واللي بدي يكبس على الكبسات اللي تحت يكبس لايك وديسلايك وكومنت وشير وشكرا لحسن الاستماع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء